موسيقى بعد يوم واحد فقط من ظهور نتائج الاستفتاء الشعبي على تغيير نظام الحكم في تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس إردوغان صلاحيات واسعة في إدارة البلاد تصاعدت الأصوات المشاككة في نتائج الاستفتاء فقد طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة بإلغاء نتائج الاستفتاء أما المفاوضية الأوروبية فدعت الحكومة التركية إلى ضرورة السعي لتحقيق توافق وطني من جانبه ندد إردوغان بما سماه العقلية الصليبية للغرب وذلك ردا على النقد الذي وجهه مراقبون أوروبيون لعمليات الاستفتاء فكيف سيعبر أردوغان مرحلة الانقسام حول نتيجة الاستفتاء إلى مرحلة تطبيق التعديلات الدستورية وتحقيق توافق وطني في تركيا خطاب النصر من على شرفة مقر حزب العدالة والتنمية حمل رسالة هام زعيم الحزب ورئيس الوزراء التركي الذي يستعد لترك منصبيه في الحزب والدولة للرئيس رجب طيب أردوغان يقول لخصومه السياسيين تعالوا لنتفاهم نعم بهذه البساطة فهو يدرك أن صراخ المعارضة وتشكيكها في نتائج الاستفتاء الأخير إنما يصب في مصلحة تقوية أوراقها التفاوضية عندما يحين موعد الجلوس إلى طاولة الحوار لكن نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض ذهب إلى أبعد من ذلك لقد أعيقت حملاتنا بحجة أن البلاد تعيش في حال طوارئ إننا نشكك في نزهة عملية الفرز برمتها بل ونطالب بإلغاء نتائج هذا الاستفتاء الشارع التركي الذي نام على وقع احتفالات أنصار حزب العدالة والتنمية بنصر بالكاد جاوز حاجز الخمسين في المئة استيقظ على وقع المشككين في قدرة الرئيس التركي على قيادة تركيا وسط بحر تتلاطمه أمواج انتقادات داخلية وخارجية لسياساته وتطلعاته السلطوية أعتقد أن تركيا الآن باتت أقوى لأن الرئيس إردوغان شخص قوي نحن صوتنا بلا وكنا نأمل أن تنتهي المشاكل لكننا الآن نأمل أن لا يتم إقصاؤنا في المرحلة المقبلة لكن مراقبين كثر توقعوا أن تذهب البلاد إلى أزمة سياسية في حال فشل أردوغان مرة أخرى في أن يصبح زعيما لكل الأتراك وليس لأنصار حزبه فقط كما أثبتت نتائج الاستفتاء الأخير مقللين في الوقت ذاته من نظرة الغرب كما وصفوها لنسبة الفوز المتدنية في الاستفتاء الأخير التحدي الأهم يكمن في قدرة أردوغان على تجاوز المرحلة الانتقالية للعبور إلى مرحلة تطبيق التعديلات الدستورية لكن دون إثارة الأحزاب والشارع وأرأنا البلاد الآن تسير على حدي سكين إردوغان يعي تماما حجم التحديات التي تواجه البلاد وأجزم أنه يستعد لطرح مبادرة جديدة في قادم الأيام قادر على الخروج بالبلاد من كل الأزمات التي تحيط بها تركيا إذن أمام مفترق طرق خطير برأي كثير من المراقبين في حال قررت الأحزاب المعارضة الجريحة أن تخوض معاركها السياسية في الشارع التركي أو أن تستجيب لدعوات زعيم حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم التي أطلقها بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم بشأن مستقبل البلاد كما قال أما الشارع التركي فينتظر من الرئيس أردوغان أن ينفذ وعودا كثيرة قطعها لهم أثناء حملته الترويجية للاستفتاء بأن تشهد تركيا مستقبلا متغيرا ومشرقا في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية وإلا فإنه هو شخصيا سيدفع ثمن ذلك في الانتخابات المقبلة شهد الكاشف بي بي سي أنقرة ومعنا من إسطنبول مفد بي بي سي عسام عكريماوي مرحبا بك عسام عكريماوي ظهور مكثف لأردوغان بعد يوم من نتائج الاستفتاء عن وين هذا الظهور هي انتقادات سواء للداخل والالتحاد الأوروبي ويضعنا في إطار أهم ما استشفيته من حديثه اليوم هو رد بشكل عنيف إلى حد كبير على انتقاد الاتحاد الأوروبي أو الشخصيات في الاتحاد الأوروبي للطريقة التي تم فيها عملية الاستفتاء وأيضا لما يعرف بالتجاوزات التي اتهمت المعارضة لحكومة تركية بارتكابها سواء قبل الحملة الاستفتاء أو في أثناء التصويت أو بعده إذ هناك اتهامات بأن هناك مغلفات وضعت وتم حسابها في إطار عد الأصوات وهي لم تكن سليمة من ناحية الإجراءات إذ أنها لم تكن مختومة أيضا هناك اتهامات بأن أشخاص صوتوا خارج صندوق الإقتراع وأن هناك نوع من الخداع حصل هذا ما قالته المعارضة التقطت بعض الشخصيات الأوروبية هذا الكلام اليوم في البداية كان رد الفعل متحفظا جدا لكن رئيس المراقبين سيزار فلورين بريدا هو الذي كان يشرف على المراقبين الأوروبيين هنا في تركيا قال في المؤتمر الصحفي اليوم في أنقرة أن عملية الاستفتاء لم تأخذ الشكل الصحيح من ناحيتين من ناحية المخالفات التي حدثت أثناء التصويت وأيضا أشار إلى أنه القيود التي وضعت على أحزاب المعارضة أثناء الحملة بحيث أن الحكومة والرئيس أردوغان كان لهما نصيب الأسد من هذه الحملة في حين لم تعطى المعارضة ما سمي بملعب غير متكافئ هذا هو التعبير الذي استخدم ومن هنا عصام يعني كيف يبدو نبض الشارع إذا ما أتيحت لك الفرصة للحديث أي من الأتراك بعد يوم من تحول دولتهم من دولة برلمانية إلى رئاسية هناك من يقول إنها نهاية لعهد أتاتورك ونظرته للحداثة في تركيا طبعا يعني مؤيدي التعديلات مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم يحاولون أن يضعوا ما يسمى بنوع من التفاؤل على نتيجة أن الشعب قال كلمته وأن النتيجة جاءت لصالح التغيير أو تعديل الدستور وأنه في الاستفتاءات يكفي أن تكون النسبة 50 زائد 1 وأنه لا شرط أن تكون هناك نسبة كبيرة ولكن هذا يخفي خيبة أمل إذا أن الحزب العدالة والتنمية الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء قام بحملة طويلة ومضنية جاب خلالها كل المحافظات التركية تقريبا في محاولة لحجد الأصوات وعلى أمل أن تكون هناك نتيجة مرضية إلى حد كبيرة استطيعان من خلالها أن يقول أنه ما حصل على التفويض اللازم لكن الوضع الآن عاد تركيا إلى حالة الاستقطاب الشديدة التي كانت موجودة بعد الانتخابات الأولى في العام 2014 عندما فشل حزب العدالة والتنمية من تخطي الحاجز الضروري لتشكيل حكومة وأثبت أن هناك استقطابا حادا في تركيا بين المؤيدين للحزب والمعارضين هذه المرة هناك أيضا كان هناك معارضة من أناس عادة ما يصوتون للحزب هناك خشية من تكريس أو جمع السلطات كلها في يد شخص واحد هذا هو ما نسمعه الكثير من الناس قالوا لنا أننا نؤيد الرئيس أردوغان وأنه حقق الكثير لتركيا لكننا نفضل توزيع السلطات وأن لا تجمع كل السلطات في يد شخص واحد عسام عكريماء ومفد بي بي سي متحدث لنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك والمزيد من المناقشة في هذا الموضوع معنا من إسطنبول جواد جوك مدير مركز الدراسات الاستراتيجية معنا عبر خدمت سكايب من برلين الدكتور اسكندر أديك الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي أهلا بكم أبدأ معك سيد جوك يعني في تحول كبير بالنسبة لتركيا هذا تحول يقابل بردة فعل كبيرة أيضا من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الداخل التركي مهمة أردوغان إلى أي مدى ستكون صعبة في تحقيق توافق أو تحقيق توحيد في الرؤى في الداخل التركي برأيك بداية لا يوجد توافق وطني في تركيا يعني نصف الشعب رفضوا تعديل الدستور قريب من نصف الشعب هم في حملة الانتخابات قالوا أنه أنظروا إلى من يرفض الدستور الجديد الإرهابيين جماعة فاتولا كولان أو حزب العمال الكردستاني وقال من يصفت بلا معنى أنه واقف مع الإرهابيين يعني نصف الشعب التركي وقفوا مع الإرهابيين يعني هذا الاستقطاب وقطبين وتوتر بين الجانبين من الشعب التركيين مع الأسف الشديد صار في الداخل أيضا بالنسبة إلى الخارج يعني نحن تعودنا في حملة الانتخابات دائما هم يخلقون أعداء لنا حتى يعني يهازمون عليهم ثم يكسبون أصوات اليمنيين المتطرفين في تركيا بصراحة نتكلم عبر قناة بي بي سي أي انتقاد بسيط وصغير بالنسبة إلى سياسة حزب العدالة والتنمية كانوا يعتبرون أي انتقاد بمعنى خيانة للوطن الآن فكروا بما بعد الاستفتاء بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي حقيقة أنه دائما يصر على تصويت قانون عقوبة الإعدام معنى أنه تجميد جميع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وهو على علم بذلك يصر لماذا؟ لأنه هو دائما يفكر بمصلحة حزبه وأيديولوجيات الدينية والطائفية له وإلا لو يفكروا بمصلحة الوطن كانوا يجمعون جميع الأطراف تحت هذا النظام الرئاسي الجديد سيد يوسف كاتب أغلي مرحبا بك أرحب بك انضممت إلينا الآن في هذا النقاش وكنت سألت سيد جوك عن المهمة الصعبة التي تنتظر الدغان بناء على النتيجة وحالة الانقسام الحاد الواضحة في الرؤى وحتى الرفض أصلا للنتيجة من قبل الأطراف المعارضة أو بعض منها على الأقل مساء الخير تحيطي لك يا أولا ضيفيك وأستاذ المشاهدين بالعكس تركيا عاشت عن ديمقراطي وهذه إفرازات ديمقراطية طبيعية والآن تركيا حققت ودخلت مرحلة جديدة بعد أن تمت الموافقة بنعم بنسبة 51.4 وهذه نتيجة طبيعية لمن يريد أن يحتكي من الديمقراطية فاتني كلام ضيفك ولكن سمعتك من جملة آخر جملة عندما يقول هم وهم وهم عندما يستخدم هذا الضمير الغائب هم هو الذي يؤدي إلى استقطاب هو الذي يؤدي إلى التأزم بين أفراد المجتمع العدالة والتنمية وطيب أردوان قال أن ما حدث بعد الاستفتاء هو نصر وهو يهم تركيا جميعها لا فرق بين من صوت بنعم أو لا أما ما بعد هذا الاستفتاء الذي تم تنتظر تركيا الكثير من الخطوات والإجراءات على أهمها هو أنه سيتم الآن رجوع رئيس الجمهورية إلى حزبه وسيكون رئيس لحزب العدالة والتنمية هذه خطوة ستكون جديدة على الساحة ثم بدأ الحديث عن استفتاءات جديدة ربما ستأتي خصوصا في موضوع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي سيحددها الاتحاد الأوروبي بنفسه سيد إسكندر إليك هناك تأزم في العلاقات واضح بأنها تدعم المعارضة تقول أن الفرص كانت غير متكافئة وأن استفتاء جرت في ظروف غير متكافئة وبنفس الوقت إردوغان رد على ذلك لم يترك أوروبا تتحدث لوحدها قال بأنها ما زالت تفكر بالعقلية الصليبية مفقا لهذا المشهد أي علاقة نتحدث عنها اليوم بين تركيا وأوروبا مع التغير الذي حدث على المستوى السياسي دعيني في البداية أقول عفوا هذا ليس سؤال لا هذا السؤال لسيد إسكندر إليك معذرة سيد يوسف أي عرس ديمقراطي يمكن الحديث عنه وكما قال الرئيس أردوغان اليوم بأن هجرة انتخابات هي الأنظف في الدول الأوروبا حتى كل دول أوروبية ونحن نعيش منذ أشهر في حالة أو بالأحرى الأتراك يعيشونها منذ أشهر عديدة في حالة إعلان طوارئ عامة في البلاد هناك أكثر من 150 ألف في المعتقلات وفي السجون وتحت التوقيف وفي المحاكمات وكيف يمكن القول هذا الكلام أنه عرس انتخابي تم الإسفتاء في ظل عملية في ظل حالة طوارئ في كامل البلاد هذا الأمر لا يتم في أوروبا ولا يتم في الدول الأخرى أيضا بصورة طبيعية لا يمكن إجراء هكذا السفتاء مصيري وهناك أناس منعوا من التصبيت المعتقلون والذين لم يحاكموا حتى الآن وعددهم يتجاوز 150 ألفا لا يحق له بالتصبيت ولم يصوتوا وبالتالي كل الدعاية الانتخابية كانت ممولة من الدولة لصالح حزب العدالة والتنمية في الوقت أن المعارضة لم تطلق أي دعم مادي لتمويل مهرجناتها الانتخابية هذه هي الديمقراطية التي يبشر بها السيد أردوبان سيد جوك من هنا المعارضة عندما ترفض هذه النتائج وبعضها يقول يجب أن يلغى هذا الاستفتاء بسبب شكوك في الأصوات وما إلى ذلك ولكن هناك أطراف أخرى انضمت إلى الصف تقول بأنها تريد أن تلحق بركب أردوغان وبما سيحدث من ترتيبات سياسية في المرحلة القادمة إلى أي مدى هي المعارضة متحدة ومتوافقة في التعامل مع المرحلة السياسية الجديدة ولماذا أصلا تحديد الأمر بأنه أردوغان تركيا تاريخها تغير الآن 94 سنة من تاريخ تركيا كدولة برلمانية تحولت إلى دولة رئاسية بمعنى انتهى عهد أتاتورك كما يقال أو نظرته للحداثة في رؤية أخرى نعم بعض الصحف التابعة لحزب العدالة والتنمية اليوم كتبوا يعني قتل أعفا مات أتاتورك سنة 1938 لكنه دفن اليوم دفن يوم أمس ومع الأسف الشديد هذا الاستقطاب موجود أنا أقول بصراحة أنهم استفادوا من كل إمكانيات الدولة قناوات الحكومة بالله عليكم أن تسألون عن ضيفكم من تركيا أستاذ يوسف أنه كم استفادت الحكومة من قناة الحكومية التركية تي أر تي وكم المعارضة استفادت يعني الشيء الغريب لم تكن أي عدالة في حملة الانتخابات مع أنهم استفادوا من الإمكانيات كانت هناك ضغط شديد على المعارضة لم نشاهد أي محل من المحلات يرفع مثلا راية لا بالنسبة إلى الدستور الجديد لكن بشكل عام نحن لا نقول أن يلغى الاستفتاء بهذا الشكل لكنه لا توافق وطنية ثلاثة بدن الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير رفضوا تأييد الدستور الجديد ولهذا السبب ليفكرون في أنفسهم أن هذا التعديل ليس مناسبا أخلاقيا صحيح أنه على الأرقام قبل هذه النقطة سيد يوسف أغلو ردو منك ردا على هذا الكلام وأيضا رد على سؤال يعني التعديلات الدستورية هذه بماذا تفيد حقيقة الشعب التركي يعني قبل رد على سؤالك وعلق على كلام ضيفيكي يعني كلام لا يرتقي إلى الدقة ولا يرتقي إلى ما هو يجعل أرض الواقع بداية يعني يقول نحن لم تتاح لنا الفرصة للمعارضة لأن تستفيد بإمكانة الدولة وأن تحصل على حظها الطبيعي من الدعم المالي والدعم الدعائي وغيره أنا أتساءل هل المعارضة كانت قد فازت في أي استحقاقات انتخابية ماضية مثلا يعني هذه السابع استحقاقات انتخابية سابع محاولة وتخسر فيها المعارضة المعارضة ليست بحاجة إلى دعايات أنا برأيي بقدر ما هي بحاجة أن تعطي ثقة للمواطن التركي أنها تستطيع أن تدير البلاد وتحقق إنجازات وهذا ما فشلت به قبل مجيء حزب العداء والتنمية وإلا لماذا الشعب التركي استبدل حزب الشعب الجمهوري بالعدالة والتنمية الحزب الشعب الجمهوري كان قبل العدالة والتنمية موجود ولكنه كان في حكومات ائتلافية جابت الخسارات والويلات إلى تركيا هذه بداية أنا ترى أن مدنة كانت تعود تقليديا لحزب العدالة والتنمية من ناحية التصويت في الانتخابات هذه المرة صوتت بلا الاستفتاء يعني بمعنى أن جمهور من حزب العدالة والتنمية غير مقتنع بهذه التعديلات القضية هذا ممتاز هذا طرح أشكرك عليه عندما نقول أن كل من أنقرة وإسطنبول الآن صوتت بلا أكثر من نعم هذا رد مباشر أنه لا يوجد هناك أي تزوير في الانتخابات ولا يوجد تلاعب في الانتخابات لأن المدن الكبيرة سواء كانت أنقرة وإسطنبول وإزمير هي كنسبتها لم تكن نعم وكانت لا أكثر من نعم هذا رد بداية والحملات الانتخابية والدعايات واستخدام مخدرات الدولة لم يكن لها تأثير على كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير ثانيا ونقطة مهمة جدا بأن عندما يقال أنه لا يوجد هناك عدالة وأن يعني المئة واربعين ألف موجودين في السجون ولا يتم السماح لهم بالتصويت وهناك يعني كيف يتم التصويت واستفتاء في ظل ما يسمى حالة طوارئ يعني أنا أسأل يعني عندما يكون حالة طوارئ فسر لي يا سيدي الذي اعترضت على حالة الطوارئ المشاركة بأكثر من 86% من الشعب التركي الشعب التركي مشاركة أعلى مشاركة في كل أوروبا في أوروبا الاستفتاءات والانتخابات المشاركة تتروح بين 30% و40% الشعب التركي شاركة بالنسبة 90% عن أي حالة طوارئ لنتكلم طيب يعني نسبة المشاركة هي دليل يعني أن هناك زخم واختخوف من هذه التعديلات ولكن الاتحاد الأوروبي اليوم واضح بأنه غير مرحب بهذه النتيجة ولكن ما هي الأوراق التي يملكها حتى يتعامل مع تركيا بهذا الواقع الجديد هل ستبدأ التعامل مع المعارضة بشكل آخر بمنطلق آخر هل سيستخدم أسلوب الترغيب والترهيب بمعنى الجزء الذي رفض هذه الاستفتاءات سيكون طرفا مقربا من أوروبا أم ماذا طبعا حتى الآن لا توجد تصليحات رسمية من قيادة الاتحاد الأوروبي ولا من حتى من الدول الأوروبية كل ما في الأمر أن لجنة لجنة الخبراء الخبراء الانتخابات والفحص ما حدثت ولكن أوروبا أو دول في أوروبا قبل الاستفتاء كانت رافضة لهذا بشكل شبه معلن أنها رفضت أن تجري هذه التعديلات الدستورية هناك الآن توقف عن التصريحات ولكن سبق الاستفتاء بالطبع مواقف وتحذيرات إن كان من ألمانيا أو من بروكسل أو من دول من فرنسا مثلا خاصة فيما يتعلق بقضية أنه في حال تقرر أيضا قانون الإعدام من جديد السماح بالإعدام هناك فبالنسبة لأوروبا هذا خط أحمر لا يمكن تخطيه لأنه لا يوجد ولا دولة أوروبية أو عضو في الاتحاد الأوروبي تنفذ الأعدام في بلادها وبالتالي أيضا هناك حد أدنى من الموازين الديمقراطية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي هذا يعني أنه عندما يصبح رئيس دولة مطلق الصلاحية تنفيذيا وتشريعيا وهو الذي يقرر من سيكون قاضيا أو رئيس القضاة أو لا ويدخل في كل شأن ولا أحد يستطيع أن يحاسبه لا البرلمان ولا غير البرلمان خاصة هو قادر على حل البرلمان حين يشاء وعلى إقرار كل شيء بقرار فردي هذه الأمور غير معتمدة ولا غير مرهوبة سيد جوك مسألة ما جاء من منظمة التعاون الأوروبي وتتوضيح بشكل واضح بأن هناك فرص غير متكافية هذا الأمر جاء على هو المعارضة ولكن كيف يمكن المعارضة في الداخل اليوم أن تسفر في ذلك قد يكون التغيير الذي حصل هو قد يصيب حزب العدالة بمقتل بمعنى بأنك بدل أن تدخل في حزبة البرلمانيين ومن سيكون رئيسا يمكن المعارضة أن تجمع جمهوريا مع بعض وتعود الانتخابات وبالتالي هل اعتراض على أردغان أم الاعتراض على النظام الرئاسي أم ماذا بداية الأحزاب المعارضة أحزاب ضائفة جدا يعني خاصة رؤساء الأحزاب يعني نحن نعرف أن شعب التركي ليسوا راضين عن هؤلاء والحكومة راضية عنهم جدا يقولون ما دام هؤلاء على رأس الأحزاب نحن يمشي حالنا وبقواتنا نحن من جهة أخرى أنه هنا القضية قضية الاستفتاء بصراحة الشعب التركي لم يكنوا يعرفون ما هي المواد الجديدة وما هو الدستور الجديد الاستفتاء وصل إلى حد هل نقول لأردغان نعم أو لا المشكلة أنه نحن لسنا مخالفا مع النظام الرئاسي لكنه هذه الصلاحيات القبرى بهذا الشكل بهذا الشخص هل ممكن إعتاؤه لأنه في كثير من القضايا قال خدعوني يعني في قضية فاتول الله انظر إلى قضية الانقلاب العسكري لو تسمحون بدقيقة واحدة أنه ليس هناك دقيقة وعناء لماذا لا يكون انقلابات العسكرية معذرة يعني سيد جواد لا تكون انقلابات عسكرية في بلاد الأوروبية نعم ولكننا سنستمر طبعا في ملاقشة البلاد التركي هذه هي المشكلة نعم أشكر أن قد وصلت هذه الفكرة وأعتذر من ضيوفي ولكن مضطرين لإنهاء هذا الحوار عند هذه المرحلة سيد جواد 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 مدير مركز الدراسات الاستراتيجية شكرا لك وأشكر كثيرا سكندر الديك اشتركوا في القناة